نشوف رسالة إليك من الموسيقار السوري الجميل وصديق أيضاً مازن الأيوب رسالة فيها عتاب ربما على معتاكم السنوح ونشوف وتفضل مازن يسعد أوقاتكم عبر تلفزيون ميديا أن تيفي أنا بتمنى لكم شهر خير والله يعيدوا علينا وعليكم بالخير يا رب لجميع الأمة الإسلامية بالعالم أجمع صديقي العزيز والإعلامي المميز نوفى العواملة ولضيفك الكريم الفنان بدر رامي رح أحكي أنا بشكل سريع بتجربتي مع الفنان بدر رامي بدر رامي أنا كانت أول تجربة معه هي أغنية بنت العشرين اللي خرجت للنور بعام 2018 أخذت شوي من حقه لكن ما هو هذا اللي أنا بطمح فيه ولو هذا اللي أنت بتطمح فيه يا بدر أنا بتهمك شوي بالكسل من هاي الناحية لكن أنا بالناحية التانية بقول أنه في عندك ظروف فنية الإنتاجية حق معك فيها طبعا أنا كوني أنا تعاملت مع فنانين كبار أمثال إستاذ شادي جميل ونور مهنة ورويدة عطية وهيشام الحاج كان في عنا أعمال متبادلة بين بعض كان فيه إلى نجاح وأنا بتمنى الأعمال يلي رح تبصر النور تاخد حقه لكن أنت مكانتك غير هون رغم الشهرة اللي أنت أخذت وعبت نالها هلأ حاليا لكن ما وصلت للمشرق متل ما أنا بدي متل ما بدون الناس متل ما أنت بتطمح بالأحراب أنا بتهمك قلت لك شوي بالكسل لكن أنت مكانك أكبر من هاي تحياتي لألك يا بدر وأنا بقول ممكن غنيت على الهجران صار لازم أني كمان صار وقتا يمكن وعالهجران تحياتي لألك شكرا لك مازن بدر بيتهمك مازن الأيوبي بالكسل أهلا وسهلا أستاذ مازن ما في كسل أبدا كل فنان بيعرف شو هو الوقت اللي يحط فيه الغنية